لا وقت أمام العراقيين للراحة من الموت هناك حرب تستعر غير تلك التي يواجه بها الجنود أعداء بلادهم هنا طرق مشرعة للموت بالمجان عناوينها مصرع وإصابات وقتل ومكانه هذه المرة يمتد من طريق بغداد الموصل الذي حصد روحا عراقية وأصاب سبعة أشخاص بحادث مروع لكن طريق الموت تصل إلى كردستان العراق حيث قواء درباندخان الذي شهد تظاهرة احتجاجية شيعة المتظاهرون فيها أرواحهم تشييع تقديم للموت لهول أرقام الحوادث التي تشهدها الطريق إلى السليمانية وما تحتاجه من صيانة عاجلة ترد الطريق بين القضاء والسليمانية وتلك إنجاز الممر الثاني وتحوله بحسب المشاركين إلى مقبرة لحصد الأرواح يوميا بسبب كثرة الحوادث المرورية في ديالا خرجت إحصائية الموت على لسان مدير إعلام الصحة بتسجيل أكثر من خمسة آلاف حادث خلال النصف الأول من العام الحالي على الطريق الرابط بين بغداد وكردستان إذن هو بحسب ذوي الضحايا رعب يفوق عدد العمليات التي يخسر فيها العراقيون أرواحهم في مواجهة أعداء البلاد من إرهاب وترويع ينطق لسان حالي العراقي بسرعة إنقاذهم من حرب حوادث السير التي تستمر بحصد الأرواح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر